حققت هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية سلسلة من الإنجازات على صعيد قطاع العمليات والحوكمة خلال العام 2022 وجاءت هذه المنجزات متماشية ودعمة لتطلعات ورؤى الحكومة الموقرة ومحققة للأهداف والاستراتيجيات الوطنية وقد تنوعت إنجازات الهيئة بين تطوير المفتاح الإلكتروني حيث بلغ عدد مستخدميه نحو 644 ألف مستخدم وتطوير نظام مراقبة الأنظمة الحكومية حيث تم إعداد ومراجعة سياسة النسخ الاحتياطي للبيانات الحكومية إلى جانب خفض تكلفة مشاريع تقنية المعلومات بنسبة 24% أما على صعيد تعزيز البنية التحتية السحابية للقطاع الحكومي فقد تم نقل نحو 85% من البيانات الحكومية على منصة أمازون ويب سيرفوس وربط أكثر من 300 موقع بالشبكة الحكومية